أيها الرحمن العرب في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مفيش حديث ساعات اللي فاتت دي إلا عن البلد بتتباع حتة حتة على إيده على إيد عبدالفتاح السيسي وعصبته أو السرطان اللي داره في البلد وتعبير السرطان ده مش من عندي بعد شوية هقولك مين اللي قال تعبير السرطان وهتتفاق به لكن الترند الأول في مصر كان قناة السويس أكتر حاجة الناس بتبحث وبتسأل عنها مبارح والنهاردة عن إيه اللي بيجرى في قناة السويس وطبعا الأزرع الإعلامية للسيسي والدمة الخشبية بتاعت السيسي وملائكة اللغة المسطحة الخشبية ونبطشية السيسي كان هممهم في الأول هو الدفاع عن القانون الجديد بتاع قناة السويس يترى قالوا إيه؟ يترى برروا القانون ده إزاي؟ يترى هيطبلوا؟ ولا لسه في عندهم شوية دم عرق وطنية؟ ولو هيبرروا هيقولوا إيه؟ إعلام السيسي ونظامه يا حضرات رفع الشعار اللي رفعه جورج دابري بوش من لم يكن معي فهو ضدي عدوي وبهوس أمني وسع دائرة العداء لكل واحد ممكن ينطق أو يعرضه وأصبح الضرب في المليان وتم سحب كرنيهات الوطنية من ناس كانت معاهم في نفس الخندق السنين اللي فات كلها اتسحبت منهم كرنيهات الوطنية دفعوا اشتراكات مدرسة الوطنية الغنائية لكن المرة دي تم سحب الكرنيهات منهم لأنه على طول الاتهامات بقت بالخيانة تخيل الكوميديا السوداء اللي يعترض على بيع البلد أو اللي الآن حتى اللي الآن بلاش يعترض اللي بيسأل أصبح خاين اللي بيعترض على فجرهم وخيانتهم للبلد بقى وحش وفاسد شفتوا الحالة قلب إزاي خلونا بس الأول نمد إيدينا في صفيحة زبالة إعلام السيسي ونشوف الخيانة على عينك يا تاجر والبداية حضرات اللي فضحتهم وستفزتهم كانت من هنا من مصر النهاردة لما فتحنا موضوع قناة السويس وقارننا بكسبهم زمان على الرئيس الراحل محمد مرسي وقلنا هنا مبارح إنهم عملوا بالضبط اللي حاولوا يتهموا به الراجل اللي يرحمه دي ايه جزء من حلقة مبارح لو ما كنت شفتها 19 ديسمبر اسمع التاريخ القريب قوي يا حضرات هفكركوا بي سبحان الله احنا بنشوف آيات من آيات الله في كل وقت القناة دي هي اللي اتهموا بها الرئيس محمد مرسي إنه هيباعها حد فاكر حد فاكر لما استفازوا المصريين عاطفيا وقالوا لهم أهو الوفد مرسي يعيد قناة السويس لعصر الامتيازات السبت 8 يونيو 2013 اطلع بالتفاصيل كنانو صنافير مرسي بيبيع قناة السويس باعوا النهاردة قناة السويس دي كانت حلقة 19 ديسمبر يعني أول مباح الفيديو ده جننهم وأصبح علينا هجوم شرس بدأوا هما يعملوا خطة للدفاع المدرب الوطني للإعلام السيساوي اللي هو الكابتن الكبير بتاعهم أبانا لذي في المخابرات حط خطة للدفاع عن قانون بيئ قناة السويس الخطة تتمثل في الآتي أول حاجة احنا نحجي مع الإخوان عافية أنا ما بحذرش طول بالك وصلى على النبي ومجد سيدك لو مسيحي أنا بكلم جد الخطة كانت كالآتي أبانا لذي في المخابرات حط طلعهم الخطة كالآتي احنا نضرب في الإخوان الأول نمسك الإخوان بقى نقول دلوحنا دلو إخوان دي أول حاجة في الخطة نشوف كده كيف تم تنفيذ خطة أبانا لذي في المخابرات اللي هو مدرب المنتخب الوطني لإعلام السيسي قالك الإخوان لو كانوا هنا هم اللي كانوا بيع البلد والسيسي مناعهم وواحد تاني طلع قالك لو كانوا موجودين كانت البلد فلست عافية كانت كراندا مبارح واللي يقول لك التضليل الإعلامي خطر يهدد المجتمع خانا نبدأ خطتهم خطتهم كانت من قناة القاهرة الإخبارية اللي اتصرف عليها مليارات وما جابتش حاجة بدأت بكده تقرير عن التضليل الإعلامي قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا بعنوان التضليل الإعلامي خطر متنامي يهدد المجتمعات أنا عايز أبلغ الأستاذ أحمد الطهري رئيس مجلس إدارة المؤسسة دي عايز أقول لك أن البرومو ده أنا شفته وحش جدا بجد والله أولا إنشا أنا بكلمك فنيا يا أستاذ أحمد وأنت راجل الإعلامي كبير أولا الكلام إنشا ثانيا الإقاع في المونتاج يشل أنا ما صدقتش أنه بجد أنه أنتوا عاملين تقرير عن التضليل الإعلامي عبيد كده ولو اديت لعيل عنده جهاز بريمير أو برنامج قلت له عملي أو بريمير قصدي قلت له عملي بتاع ده اعمل لي تقرير كان يعمل لك حسن من كده ثانيا أغلب الفوتوش أنت خبطها أو عمل تقرير خبطوا من حيثها التانية فعيب يا أستاذ أحمد فبدأوا بإيه التضليل الإعلامي بدأوا بكده كلام بقى إنشى بقى وانتشار وسائل التواصل بمختلف أشكالها تعد الأخبار الكاذبة أو الملفقة أكثر أدوات التضليل الإعلامي لا كلام فارغ كلام إنشى